اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية ما زلنا نتحدث عن الآداب الاجتماعية في كتاب الله عز وجل وكنا وما نزال نتكلم عن بر الأبناء بالآباء ودلائل ذلك ولعلنا وصلنا إلى نهاية هذا الموضوع لكن بقي أن نتحدث عن نقطتين اثنتين الأولى ما هي حدود البر الذي يأمر به الله عز وجل الأبناء تجاه الآباء البر واجب لكن له حدود ينبغي أن ينضبط البر به يجب على الأولاد طاعة الأبوين أي إذا أمر الوالد أباه بأمر مباح يتحول المباح إلى واجب إذا نهى الأب أو الأم نهى أحدهما الولد عن أمر مباح يتحول هذا الأمر المباح إلى محرم نعم هذا أمر ينبغي أن نتبينه تماما إذا أمر الوالد أباه بأن يذهب إلى عمل معين يمارسه ليأتي من وراء ذلك بخدمات برزق لأبوه يجب عندئذ أن يؤدي هذه الوظيفة نعم إذا نهاه عن نزه معين كان يريد أن يذهب إليها نعم سفر معين كان يريد أن يسافر إلى بلد معين قال له أحد الأبوين لا تحول هذا المباح إلى حرم إذا نهي الأبوين عن المباح يجعل المباح محرما أمر الأبوين بالمباح يجعل المباحة واجبا هذا الشيء معروف طيب أرأيت لو أن أحد الأبوين نهل ولد عن واجب صلاة الظهر واجبة نعم صيام رمضان واجب نعم أداء الزكاة إذا نعم حال الحول وكانت الزكاة واجبة في مال هذا الولد نعم أرأيت لو أن أحد الأبوين نهاه عن الصلاة نهاه عن الصوم نهاه عن أداء زكاته في هذه الحالة البر يغيب ولا يجب على الولد أن يطيع أبويه لا بل لا يجوز له أن يطيعهما في هذا الأمر الذي يتوجه إليه منهما واضح كيف طيب إذا أمر الأب أو الأم الولد بمحرم نعم أمره بمحرم أمره أن يذهب في يشتغل بالربا أن يتوظف بوظيفة فيها ربا لا يجوز للولد أن يطيع أبه إذا لاحظنا حدود البر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم أمر الأبوين يجعل من المباحي واجبا ناهي الأبوين يجعل من المباحي حراما لكن أمر الأبوين الولد بترك الواجب لا ينقذ الولد له يقول أنا أعتذر بكل طف والباري عز وجل أمرني أن أصلي لا أستطيع أن أترك أمر الله وأنقاد لأمر أي منكما أمر الأب أو الأم الإبنة بأن تكشف ما قد أمرها الله بستره من الجسم هنا يغيب البر تقول بكل لطف أنا أعتذر لأن الله عز وجل الذي أمرني ببركما نهاني أن أرتكب هذا المحظور ولو أنكما أمرتمان به بهذا المحظور نعم أظن الكلام واضح أيها الإخوة هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى حاله تكون موجودة في كثير من الأحيان في مجتمعاتنا الأم تظن أنها إذا غضبت على ابنها أو على ابنتها رأسا غضبها يزج الولد أو البنت في الشقاء لا الأمر في تفصيل إذا أمرت الأم ابنها أو ابنتها بمحرم غضبها يرتد عليها غضبها لا يؤثر على الأب ولا على البنت أبدا قالت برضاء عليك تروح تتوظف في هذا البنك الربوي وتمارس العمليات الربوي برضاء عليك رفض فغضبت وأعلنت عن أنها غاضبة عليه وأنها تستنزل غضب الله عليه بسبب حقها في أن يبرها الولد هنا الشرع يقول لا سلطان للأم على الولد في هذه المسألة أبدا لأن القاعدة تقول نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا نطيع المخلوق من أجل أن نعصي الخالق هذا لا يجوز بشكل من الأشكال وكثيرا ما نسأل الأب يأمر ابنه بمحرم أو ينهاه عن واجب من الواجبات الواجبات التي كلفه الله بعنز وجل بها فالولد يعني يرجع القياد لأمر ربه سبحانه وتعالى نعم يهدد الوالد ابنه بأنه عق وبأنه سيحاسب يوم القيامة وكثيرا ما يسألني هؤلاء الأبناء صحيح أننا نرحل إلى الله عز وجل ونحن نتصف بالعقوق طيب لماذا قال لأنه أمرني بمحرم أو نهاني عن واجب لا والله أنت لست عقا في هذا بل الوالد بأمره لك بهذا المحرم هو الذي يتعرض لعقاب الله الوالد أو الوالدة عندما ينهى أحدهما عن واجب هما الذين يتعرضان بسبب ذلك لعقاب الله سبحانه وتعالى وهذا يقودنا إلى الحديث عن حاله يكون الولد فيها مثلا مؤمنا مسلما الأب أو الأم كافر نعم كافر غير مؤمن نعم ما موقف الولد في هذه الحالة يجب على الولد أن يظل بارا بأبيه الكافر بكل معنى الكلمة إلا فيما يتعلق بكفره فلو أن الوالد الكافر أمر ابنه بأن يكفر هو الآخر أو الأم الكافرة أمرت ابنها أو ابنتها بأن تخرج من الإسلام إلى الكفر فألا الولد في هذه الحالة أن يعتذر بلطف وأن يقول هنا الباري عز وجل ينهاني عن برك هنا لا بر في عنقي لك يا أبي أو لك يا أمي نعم أصلا البر الذي أنا أخضع له وأطبق في حياتي جاءني من عند الله الباري هو الذي أمرني بأن أبر أبي وأن أبر أمي هو هو فأنا لأن الله أمرني أن أبركما نعم أنقاد إلى هذا البر وأقف خادما أمينا لكل منكما لكن عندما يأمرني أحدكما بالكفر فإن هذا الإله الذي أمرني بأن أبركما ينهاني أن أنقاد لكل منكما لكن يجب أن يظل الولد مطيعا لأبويه بارا بهما فيما عدا هذه المسألة لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل وإن جاهداك الخطاب للولد وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما لكن ماذا قال بعد ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا نعم عندما قال فلا تطعهما قد يتخيل الولد أنه يملك أن يخرج عن سلطانهما وأن ينتهرهما وأن يقطع صلة ما بينه وبينهما للا لا تطعهما في هذه المسألة فقط نعم وأما ما عدا ذلك فالبر واجب قال لي أخي أنا مسلم ووالدتي كافرة أجنبيه نعم أبي تزوج من امرأة كافرة وأجنبيه نعم أجنبيه غير أجنبيه برك بها واجب ما لم يصطدم البر بمحرم ما لم تأمرك بأن تخرج عن عقيدتك الإسلامية الإيمانية الحقيقية وتكفر نعم أصلا يعني المعتقد لا يجوز الإجبار عليه لا يجوز الإلزام به نعم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لاحظوا وإن جاهداك الأبوان لاحظوا كلمة جاهداك يعني ألزماك بالقوة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم يعني تخرج من الإيمان إلى الشرك فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني عندما يريد الولد أن لا يطيع أباه في الكفر أيضا ينبغي أن يستعمل اللين أن يستعمل الرفق يقول مثلا لأبيه الذي أمره بالكفر أنا آسف يا أبي وظاهي أنا لا أخرج عن سلطانك أنا الخادم الأمين لك في كل ما تأمرني به وأنا سأسمع وأطيعك في كل ما تنهاني عنه لكن أذرني الإله الذي أنا عبده ينهاني عن أن أكفر ولذلك دعني من هذا الموضوع وأمرني بما تشاء من غير ذلك لا تعرجني في هذا الموضوع فأنا عبد الله عز وجل ولا أعصي بالنطف في هذه الحالة في الغالب ستجد أباك وقد انشرح صدره لك أكيد هو يريد أن تكفر ربما لكنه لا يحدث مشكلة بينك وبينه من أجل هذا الموضوع نعم فهذا هو ما ينبغي أن أعلمه في هذا الصدد طيب الإنسان الذي مات له ولد وكان ابنه عاقا كان عاقا هو الحياته ثم إنه مات في بعض الأحيان الولد يعطف على ابنه بعد الموت لما كان الولد في حال الحياة نعم كان شديد القسو وهو كان يعني يكاد يتبرأ منه طيب مات بعد الموت نعم يأسى عليه نعم يعطف عليه أحدهم يقول طيب أنا الآن هو كان عاق لكن أنا الآن أريد أن أصفها عنه هل صفحي عنه بعد موته يعني يفيد الجواب نعم يفيد يفيد لو أن إنسانا عاش حياته كلها عاقا لأبيه طبعا هو ارتكب معصي ووالده لم يكن يعفو عنه في حال حياته لكن بعد الموت قال يا ربي أنا أشهدك بأني عفوت عن ابني وأنا أدعوك يا ربي تغفر له وترحمه الباري عز وجل يستجيب وهذا العقوق يمحي إذا كان عبارة عن حق الأبوين فقط أما إذا كان هناك حقوق لله فهذا شيء آخر لكن يعني كان الولد لا يطيع أباه فيما يأمره به كان لا يؤدي الأمور التي يأمره بها أبوه أو أمه نعم لكن بعد موته صفع عنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذا صفع جيد بل هو مبرور يعني الأب ربما يثابه على هذا لأن الباري سبحانه وتعالى شأنه الرحمة بل شأنه أن يدعو عباده إلى الرحمة شأنه أن يدعو عباده إلى التراحم يعني صحيح الباري سبحانه وتعالى يحذر الأولاد من العقوق والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك نعم قال يعني في النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدة أحاديث كلها تحذير من عقوق الأبناء للأباء نعم فمثلا من جملة الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو من بلغ أبواه الكبر فلم يغفر له نعم طيب يعني كان عاقا كبر الولد وكبر الأبوان عند هذا الإنسان نعم دون أن يبر الولد أبويه أو أباه نعم يدعو الباري النبي عليه الصلاة والسلام عليه طيب رجل جاء إلى رسول الله قال له لقد عزمت على الغزو فماذا ترى يا رسول الله قال أهلك أم قال نعم قال فالزمها فإن عند قدميها الجنة الزمها نعم أو الزم قدميها فإن الجنة عند قدميها عظيم طيب هذا يعني أن العقوق شيء خطير جدا وهو فعلا خطير جدا لكن الباري عز وجل يهيب بالأبي أن يغفر وأن يصفح بمقدار ما يأمر الولد بأن يكون بارا في الوقت ذاته نعم يحب من الأبي والأم أن يصفح نعم هذا شأن الباري سبحانه وتعالى إذن نعم صفح الولأ الأبي عن ابنه بعد موته مقبول لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العباد أن يصفح بعضهم عن بعض وهناك حديث حديث صحيح يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى يوم القيامة برجلين يعني هذا نموذج في مئات الملايين من هالنوع برجلين يقول الواحد منهما لرب يا رب خذ حقي من هذا أساء إلي ظلمني فعلك فعل إلى آخره فيقول الباري عز وجل له أدي حق أخيك فيقول له يا رب لم يبقى لدي حسنات يعني كما في لا درهم ولا دينار التعامل بالحسنات والسيئات ما بقي لدي حسنة أو أعطيها له نعم راحة حسناتي فيقول الأول في يا ربي فليتحمل عني من أوزاري في علي أوزار خلي تحملها عني فالباري عز وجل يطلع المظلوم على مشهد أمامه في الجنة يطلعه على مشهد أخاذ نعم فيقول يا رب ما هذا لمن هذا فيقول هذا لمن يعطيه يعطي حقه فيقول وما حقه يقول صفحك عن أخيك فيقول يا رب لقد صفعته عنه فيقول خذ بيد أخيك وادخل الجنة يعني أن الباري سبحانه وتعالى لا يريد من عباده أن يتظالموا أبدا لكن إذا ظلم الواحد صاحبه يحب من المظلوم يوم القيامة أن يصفح عنه يحب من المظلوم أن يصفح عنه وهذا دليل على أن الله سيصفح إذا رب العالمين يحب من العبد المظلوم أن يصفح عن الظالم يحب من الإنسان الذي أسيأ إليه أن يصفح عن الذي أساء إليه أن يصفح عن المسيح طيب الباري عز وجل إذن هو ذاته سيفعل ذلك من باب أولى يعني نحن أساءنا ونحن قصرنا أمرنا فتركنا نهانا فارتكبنا هذا الإله الذي يأمر عباده بالصفح سيصفح عنه أيضا أكيد ولكن بشرط أن ننتظر صفح الله وأن لا نستكبر على الله عز وجل وأن يرحل الواحد منا من دنياه وهو يطمع في رحمة الله عز وجل ويعترف بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى نعم هذه المسئلة الأخرى التي ينبغي أن نتبينها نعم وأن نعلمها أما في حال الحياة فمن باب أولى باب الرحمة وباب الصفح مفتوح مفتوح نعم الباري عز وجل إذا وجد الولد عاش سنوات وَهُوَ يَعُقُّ أَبَاهُ أو يَعُقُّ أَبَوَيْهِ وَيُسِيْهُ إِلَيْهِمَا ثم إن اليقظة الإنسانية أدركته فاتندم وعاد إلى البر سنوات طويلة وهو يعق أبويه ثم بعد ذلك عاد إلى البر فالباري سبحانه وتعالى يصفح عنه طيب قال الباري بيصفح بلكن الأب ما صفح يعني بعد سنوات جاء الولد يقول يا أبتي أنا تبت الآن سأطيعك أو قال لأمه كذلك ممكن يكون قلبه متوغر يقول له هل لا بعد سنوات أسات إلي وفعلت 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 لا 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 أنا لا أقبل صفحك هذا الموقف نادر جدا جدا والباري عز وجل فطر الأب على الرحمة بالابن فطر الأم على الرحمة بابنها أو بابنتها فإذا جاء الولد يقول لأمه الآن أنا جئت بارا ها أنا ذا جئت ليقبل قدميك ها أنا ذا جئت لأعلن أنني سأكون خير خادم أمين لك أنا أسعت أنا كذا الرحمة الموجودة بين جوانعها تكفل أن تقبل عودته وستصفح عنه طيب إذا ما صفحت عنه نعم قالت له أنا لا أغفر الأيام الخوالي التي أسات إلي فيها المسألة منوطة برحمة الله عز وجل لا نستطيع أن نتألى على الله عز وجل لكن المأمول في دار الدنيا قسى قلبها لكن يوم القيامة عندما تقب بين يدي الله عز وجل يرق قلبها يرق قلبها وتصفح عن أولادها هذه عقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة والأخوات ثم الباري عز وجل ماذا يقول بعد ذلك بعد أن يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا يقول وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا نحن محل الشاهد عندنا الفقرة الأولى وآت ذا القرب حقه الحديث عن الأبوين انتهى لكن هناك حقوق أخرى للقرابة الجد الحواشي الفروع يعني قرابة الإنسان كلمة القرابة تشمل عمود النسب يعني الأصول وإن علت الفروع وإن سفلت الحفيد حفيد الحفيد أبناء نعم والحواشي الأخ ابن الأخ الأخت بنت الأخت العم الخال وهكذا فهؤلاء يسمون القرابة القرابة كل واحدا منهم نعم في عنقه حق لسائر أقاربه والآخرون أيضا في أعناقهم حقوق لسائر الأقارب فالحقوق محبوكة بين الأقارب جميعا هذا يختلف عن الأب والأولاد ما يتعلق بالأولاد تجاه أبائهم البيان الإلهي ينصوا على بر الأبناء سكت أما يتعلق بالأباء لكن الأقارب الأرحام ربنا عز وجل أناط في عنق كل منهم حقوقا لبقية الأقارب ما هي هذه الحقوق أن لا تكون هناك قطيعة أول حق يحرم الله الباري عز وجل القطيعة بين الأقارب قال العلماء وهذه القطيعة تدخل في معنى الكبائر وليست من الصغائر طيب هذا الشيء الشيء الثاني حقوق القرابة نعم العطف على الفقير منهم دين منهم افتقر واحتاج إلى معونة مالية وأقاربه أحسن منه حالا لا نقول أغنياء لكن أحسن منه حالا ينبغي أن يعود كل منهم بما يصلح شأنه إلى إلى هذا الإنسان ينبغي أن يعود كل منهم إلى هذا الإنسان بما يصلح شأنه قال يا أخي أنا أديت زكاتي أنا أديت زكاتي وصحيح أخي هذا فقير منضام لكن أنا ما في عن لي حق سوى زكاة من قال إن في المال حقا سوى الزكاة نعم فإذا كانت لك قرابة وكانوا بحاجة إلى معونة مالية وكنت قادرا على أن تتقدم إليهم بهذه المعونة كنت قادرا يعني طبعا الأولوية للأب الأولوية للزوجة الأولوية للأولاد أعطيت حقوق هؤلاء كلهم وزاد وفاض لديك قدر كبير إذن ينبغي أن تسد عوز هؤلاء القرابة طيب حاجة معنوية نعم إنسان احتاج إلى دعم احتاج إلى حماية إلى رعاية هناك من يسي إليه هناك من يظلمه وباستطاعتك أن تبعد عنه هذه الإساءة وأن ترفع عنه هذه المظلمة إذن يجب أن تعينه يجب أن تؤدي حق الله في عنقك تجاهه هذا ما يقوله بيان الله عز وجل وآتي ذا القرب حقه حقه معنى في حق في حق بين أفراد القرابة بعضهم طيب هل يعطي هذا الإنسان أخاه أخاله ابن أخيه ابن أخته وقد أعوزه الأمر وإحتاج هل يعطيه على سبيل القرض أم يجب أن يعطيه له هكذا منحة ذكر العلماء هذا الموضوع الجواب لا له هذا وذك بوسعك أن تعطيه هذا القدر الذي احتاج إليه قرضا بوسعك ذلك وبوسعك أن تعطيه هذا المبلغ الذي احتاج إليه منحة وهذا أفضل وهذا أكثر وأجزل مثوبة عند الله سبحانه وتعالى لكن لو قال له لا لا أنا قدمت لك هذا المبلغ قرضا ريثما تصلح أمرك فإذا أتيح لك أن ترد إلي هذه لهذا المبلغ يجب عليك أن تردك جائز نعم يبدو أن الوقت قد أدركنا ونرجو يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالقبول ولعلنا سننتقل إلى موضوع جديد في الحلقة الآتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته